اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ها قد عدت اليكم احبائي في درس جديد وعلم مفيد وخلق جميل وعظيم وهو الامانة احبائي لقد امرنا الله سبحانه وتعالى بحفظ الامانة في القرآن الكريم فقال تعالى في سورة النساء ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها وكما امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ الامانة وحثنا على هذا الخلق العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادِّي الامانة الى من ائتمنك ولا تخن من خانك فالامانة يا احبائي كانت من الاخلاق التي تحلى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا لحفظها ونهانا عن مقابلة الخيانة بالخيانة فكان احدهم اذا سافر وضع امانته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها حتى يعود صاحبها ويطلبها ويعيدها اليه ولذلك لقبه اهل مكة بالصادق الامين والامانة يا احباء الصالحين تكون في جميع امور حياتنا فمن صور الامانة عدم العبث بممتلكات الغير والحفاظ عليها فمثلا لا اخذ ادوات زميلي دون اذنه ولا اخذ شيئا من البقالة دون ان ادفع ثمنه وهكذا ومن الامانة ايضا الامانة في العبادة فاصلي واصوم بطريقة صحيحة حتى لو لم يراني احد فان الله يراني وفي غيرها ايضا من العبادات ومن الامانة ايضا ان لا ابوح باسرار بيتنا لأحد ومن الامانة يا صغاري كذلك ان احافظ على مدرستي وبيتي ووطني ومن الامانة يا اعزائي ارجاع الشيء الذي استعيره من غيري دون اطلافه او الاساءة اليه او ضياعه حيا على الصلاة والآن احبائي لنشاهد معا هذه القصة ونلاحظ خلق الامانة فيها في يوم ما حصلت الطالبة حنان على المركز الاول في المدرسة فقررت المدرسة ان تقيم لها حفلا تقديرا لجهودها وفي يوم الحفل احتارت حنان في لبسها ولم تجد فستانا جميلا مناسبا للحفل ولكنها تذكرت فستان ابنة خالتها الجميل فذهبت حنان الى ابنة خالتها ليلا وطلبت منها ان تستعير فستانها الجميل ليوم واحد فقط فوافقت ليلا وقالت ارجو ان تحافظي عليه فهو هدية من ابي وارجو ان تعيديه في الوقت المحدد فرحت حنان ولبست الفستان وذهبت الى الحفل واعجب جميع صديقاتها بجمال فستانها وفي نهاية الحفل اقتربت احدى صديقاتها منها وقالت يا له من فستان جميل يا حنان هل يمكن ان تعيريني اياه اليوم واحد فقط؟ سكتت حنان قليلا وتذكرت ان من الامانة ان نعيد الاشياء التي نستعيرها من غيرنا في الوقت المحدد دون ان نعرضه للتلف اعتذرت حنان من صديقتها واعادت الفستان الى ابنة خالتها ليلى في الوقت المحدد وهو في احسن حال حسنا احبائي ما رأيكم في القصة؟ وماذا استفدتم منها؟ حسنا تعلمنا ان من الامانة ان لا نتصرف فيما لا نملك تعلمنا ان نعيد الاشياء التي نستعيرها الى اصحابها في الوقت المحدد دون ان نعرضها للتلف فالامانة يا احبائي خلق عظيم يثيب عليه رب العالمين فمن حفظها رضي عنه الله وأثابه وأدخله الجنة ومن لم يحفظ الامانة غضب الله عليه وتوعد له بالعقاب وأدخله النار فانتبهوا يا ابنائي ولا تخونوا الامانة ابدا فخيانة الامانة من صفات المنافقين الذين لا يحبهم الله فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أت من خان أي أن للمنافق الذي لا يحبه الله ثلاث علامات أو صفات الأولى الكذب والثانية عدم الالتزام بالوعد والثالثة خيانة الأمانة وفي ختام درسنا لهذا اليوم لنتذكر أهم الأشياء التي تعلمناها اليوم الأمانة خلق عظيم حثنا عليه الإسلام دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم لحفظ الأمانة وعدم مقابلة الخيانة بالخيانة من الأمانة حفظ الأسرار والإخلاص في العبادة والمحافظة على البيت والمدرسة والوطن من الأمانة أن أعيد الأشياء التي أستعيرها في الوقت المحدد دون إطلافها من يحفظ الأمانة ينال رضى الله ويدخله الجنة من يخون الأمانة ينال غضب الله ويدخله النار من صفات المؤمن حفظ الأمانة ومن صفات المنافق خيانة الأمانة وإلى اللقاء في درس جديد إن شاء الله